احذر نكاحة خمسة النانة بالهمس النانة وحنانة وحدّاقة وبراقة وشدّاقة النانة يعني كثيرة الأنين والشكوى لا ترضى بشيء ولا يعجبها شيء ولا تكاد تكون مرتاحة مع زوجها هذه لا تطيب معها الحياة منذ أن يدخل الزوج إلى أن ينام إلى أن يخرج وهو تحت الأنين وحنانة قالوا هي التي تحن إلى زوج آخر أي تمتن على زوجها بنفسها وتذكر دائما وتقول ما الذي أوقعني فيك مثلي يقول لمثلك أنا مثلي يكون لكذا أنا مثلي يكون لي كذا فكلما التفتت إليه قالت حظي تعيس وإلا فمثلي يتزوجها من يكون كذا وكذا وأما الحداقة قالوا فهي التي ترمي بعينها إلى كل شيء وترغب في اقتنائه إذا ذهبت إلى بيت جاءت إلى زوجي مقلوبة الوجه ما شاء الله فلانا عندها وعندها وعندها وأنا مسكينة إذا ذهبت إلى السوق أرادت أن تشتري كل شيء وأما البراقة قالوا قالوا فهي التي تشتغل بنفسها عن زوجها وبيتها لا يهمها إلا نفسها مشتغل بنفسها وزينتها وأحوالها الشخصية عن زوجها وعن بيتها نستطيع أن نقول ما تسمى اليوم بالأنانية والشداقة هي التي تتشدق بالكلام كثيرا فهي كثيرة الكلام قليلة السكوت